ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض مشروع اقامة مجمع صناعي متكامل لانتاج مسطحات الصلب بتعاون مع احدى الشركات العالمية وذلك باستثمارات تبلغ مليار دولار يهدف المشروع الذي تمت الموافقة عليه الى تعميق التصنيع المحلي والتصدير للخارج تبلغ مساحة المشروع واحد ونصف مليون متر مربع بحجم استثمارات مليار دولار يتم ضخها على مرحلتين فيما ستكون بكورة الانتاج من 18 الى 24 شهر كما سيوفر المشروع 6500 فرصة عمل منها 2000 فرصة عمل مباشرة و 4500 فرصة عمل غير مباشرة وسينتج المشروع مسطحات الصلب بابعاد لم يسبق انتاجها محليا وهو ما يحقق ميزة تنافسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر